بسم الله الرحمن الرحيم أعطيكم العافية يا رب. هاي المحاضرة محاضرة يعني بسيطة. فكرتها الأساسية هي تتمحور حولين الـ evidence based medicine او evidence based practice. تماما هو مفروض صراحة تكون هي من المحاضرات اللي كانت بالمد يعني بأول المساق. بس يعني ما بدور هي محاضرة سريعة بسيطة. هدفها انه تعرف انه احنا ليش اصلا نستخدم الـ ABM. وليش اصلا شو فايته يعني الـ medical practice. كيف ممكن نستخدمه. وشو دور يعني فيه فكرة مهمة فيه انه systematic review, media analysis. طبعا هي مش مذكورة بشكل واضح بالمحاضرة. بس انه هي فعليا هي الأداة الأساسية اللي احنا نستخدمها عشان احنا والله نحكي انه احنا حنستخدم يعني الـ evidence اللي حناخده من الـ research علشان نطبقه بالمستشفى معالجة المرضى تماما. فأول يعني هاي اول فقرة كاملة انه research and ABM. طبعا هي evidence based medicine او evidence based practice. تمام? بحكي لك انه بشكل يعني مالخصها انه البحث العلمي هو عبارة عن استقصاء تمام? نستخدم فيه احنا طرق وما هو مثل معينة عشان احنا شو نجمع معلومات زي ما حكينا. ونستخدم تمام? عشان نحل احنا اسئلة. طبعا هاي الاسئلة بتكون اخوذة من المشاكل احنا من وجهة بالحياة السريرية يعني في المستشفى تمام? the conclusion resulting from this focus chain of examination provide a base upon which to build a practice of care that is centered on tested solutions. يعني هي نفس الفكرة انت بتعمل هالبحث وبتطلع منه results نتائج. الـ results هي بتعطيك زي خلاصات استنتاجات بناءا عليها انت راح تاخدها وتروح تستخدمها في المستشفى اللي معالجت الامراضي. يعني انت بتستسند على دليل اخدته من الابحاث. تمام? نفس الكلام. تمام? بس هم بحكي لك بط يعني احنا عرفنا ان الـ research هو بيستخدم يعني طرق متسلسلة وطرق يعني مرتبة عشان ناخد والله نعمل يعني استقصاء نسأل سؤال ننمي الـ data وبعدين نجاوب على هذا السؤال ونطلع بخلاصة. بس الـ EBB بتختلف انها هي زي ما حكينا اشي ابعد من المجرد research. انت لما تعمل research تطلع بخلاصة ومنتيجة وخلاص بتحطها بالدرج. يعني الـ EBB بستدعيك انك تاخد هاي الخلاصة تاخد هاي النتائج وتروح تطبقها على ارض الواقع تمام? فبحكي لك انه يعني فعليا انت اساس تبع الـ practice الطبية تبعتك المارسة الطبية بالمستشفى تمام? هي اصلا مبنية على knowledge وresults conclusions المفروض انها كانت صحيحة بناء على الابحاث اللي عملت من قبل واكدت صحة هاي المعلومات التي ستستخدمها. فبالتالي نقدر نحكي احنا الـ research process هي اللي ولدت لنا ال-EBM او ال-EBB. تمام؟ طبعا هو بحكي لك this underpinning allows for the safe and effective provision of quality health care يعني نفس الموضوع انت كون مكان الـ evidence والدارير يتما اخذ من البحاث صحيح فبالتالي انت تطبيقه حيكون صحيح حيكون سليم حيكون مفيد يعني لغا المرضى. بس هو بحكي لك انه the gap between the publishing of research and its translation into practice to improve patient care is a cause of concern in health care organization and federal agencies انه هذا الحقيقي طبعا مقصود في امريكا. federal agencies مقصود في امريكا انه فيه جاب انه الناس اللي بتنشر ابحاث تمام؟ بس هل فعلا هي الابحاث قاعدة بتطبق على ارض الواقع وبيتفيدنا ولا هي بس خلاص اوراق بحثية منشورة عن النت وانتهى الموضوع في المجلل فهو هذا الموضوع انه هذا فعلا عامل يعني جدل عامل نقطة يعني مشكلة عامل مشكلة في امريكا وغيرها يعني تمام؟ هي هاي الفكرة تبيت الفقر الاولى كامل تمام؟ حتى ما يعني تكون طويل فبحكي لك يعني باختصار research is one of the ways of collecting accurate sound and reliable information about the effectiveness of your intervention therapy providing you the evidence of its effectiveness هي هاي الخلاصة العريضة انه انت تعمل research صحيح تمام؟ تأخذ منه نتيجة تطبق ممارسة صحيح حسا شو مكونات the evidence based practice تمام؟ هو يعرفه تعريفا انه is the delivery of services based upon research evidence about their effectiveness تمام؟ فهو يعني هو بحكي لك كأنه هو بشكل مختصر انه هو انك تعطي خدمات صحية مبنية على الدليل البحثي اللي تطلع معك تمام؟ طبعا يكون مختلف هل والله مثلا effectiveness لدواء معين effectiveness the diagnostic tool معينة يعني بتختلف الخدمة اللي انت بتقدم تمام؟ بحكي لك انه يعني هو بحكي لك زي هون مكونات ال EBM تمام؟ ال EBM او EBB اللي هي زي ما انتم شايفين بالصورة نحن ناخد من الابحاث وقيام المريض تمام؟ هي مهمة وطبعا اللي هي الاساسة اللي هي clinical practice اللي عنده الطبيب الخبرة السريرية تمام؟ فبحكي لك EBB is fast becoming a service delivery norm among many professions يعني هو بسي زي يعني بحكي لك انه صار زي عادة او صار زي خصلة تمام؟ في عملية تقديم الخدمات للمرضى بين الاطباء بشكل عاملين صار اشي جزء رئيسي من حياة اي طبيب في عمل طبعا هون برضو نفس الكلام برجع بعد انه هو ال EBB هي صار جزء مهم كثير من العلوم الصحية وغير الصحية كمان؟ تمام؟ وانه هو بشجع الاطباء وصناع القرار الاخرين انه ياخدوا ويستخدموا هاي الادلة عن طبعا افكتفنس طبعا لدواء او مثلا ال Diagnostic tool زي ما حكينا مع characteristics مع characteristics and circumstances of the client يعني زي ما حكينا اللي هي مواصفات المريض شو القيم اللي عنده شو الاشياء اللي هو بفضلها او ما بفضلها تمام؟ مع كمان طبعا clinical practice والjudgment طبعا الطبيب نفسه لما تجمعهم كلهم هادور في وعاء واحد انت بإمكانك انك تقدم خدمة ممتازة للمريض تمام؟ بحيث انك تطور صحيح وتحسن حتى الممارس السريري بشكل عام تمام؟ هي هاي الخلاص تمام؟ حسا حكينا احنا evidence based practice بس الاشياء العام شوي هو evidence based medicine is the integration of best research evidence with clinical expertise and patient values تمام؟ يعني هو يعني فعليا عن نفسي انا هشوفهم نفس الشياء هم فعليا على ارض الباقع نفس الشياء ما يختلفه كتير بس evidence based practice يعني فعليا evidence based practice احنا لما نعممه بشكل عام على كل شيء يعني الممارسة بغض النظر شو العلم بس احنا لما نيجي في الطب حنا نحكي evidence based medicine حنا نيجي في الطمريض نحكي evidence based nursing نيجي فيه مثلا ان العلوم التانية هتكون فيها هي تمام؟ فعليا عن نتكتر ان نحكي evidence based medicine فرع من evidence based practice تمام؟ بس سوان فيه اشي هيك نية حلوة بالمبضوع فعليا الابم بحكي لك ابم is the use of mathematical estimates of the risk تمام؟ of benefit and harm derived from high quality research and population samples to inform clinical decision making either diagnosis, investigation or management of individual patients يعني هو بحكي لك ان الابم تمام؟ بسموها risk estimates يعني زي مقييس الخطر تمام؟ mathematical estimates of risk مقييس احصائية فعليا تستخدم مقييس احصائية وارقام تتعمل مع ارقام عشان تشوف ال risk وال harm تمام؟ الموجود مثلا من exposure معين زي نحكي التدخين نحكي مثلا الكحول الى اخره تمام؟ على المرضى تمام؟ انت بدك كيف بدك تعرف هاي الاحصائيات هاي؟ تاخدها انت من high quality research يعني research ذو جودة عالية مقمول على حينات من الناس من المرضى تمام؟ تمام؟ طبعا هذا الاشي بعد انت رح تاخده وتعمله يعني يعني damage بالممارسة الطبية طبعا نفس الموضوع يعني نفس الفكرة هي تمام؟ هون بس بشكل سريع يعني بحكي لك كيف انه الابحاث بتغير فعلا هي الابحاث هي السبب اللي بغير القرار التطبيح على مدى الزمن طبعا هون مش مكتوبة هون بس موضوع هون عن sudden infant death syndrome اللي هو الموت الرضع المفاجن تمام؟ شو اجت الابحاث؟ كانوا يعني فيه زي جدل انه هل هو سبب يعني شو السبب وراه؟ هل مثلا ما ينام الطفل على ظهره؟ افضل من انه ينام على بطنه ولا انه ينام على بطنه افضل من على ظهره؟ ففيه جدل تمام؟ ف فبلشت يعني هاي الخلو خلاصة بعتب بلشت الابحاث تطلع تحكي لك لا يعني خلي يعني بتعمل الركومنديشن توصي الاهالي انه خلوا الاطفال الرضعين مع على بطنهم تمام؟ عشان تتفادوا يعني تتفادوا نوعا ما هذا هاي السندروم انه يموتوا بشكل مفاجئ تمام؟ بعدين زي ما تشفين بعد سعمية ستين يعني ما بين الستي ناس السبعينات بلشت فاستاذي سجست الهون طلعت استاذي وهي استاذي فعلا كانت هاي كواليتي جودتها عالي بلشت تشوف انه لا دقيقة اخذت سامبلز من المرضى من اللي هم الاطفال في هاي الحالة للرضع زي ما حكينا المثماتيكا التي طلعت بهاي الباحث الأول قال لك لا يا عمي في مشكلة بموضوع انه ينام الطفل على بطنه هذا مؤذي بالنسبة لي احنا كباحث احنا بنحكي انه هذا مؤذي اجت بعدين 1741 تقريبا طلعت بحث ثاني حكي يا عمي برضو انه النوم على البطن مؤذي بعدين اجت كمان شو ثري فاردر ستاديس ما بين التمانين والتسعين تمام اتنين منهم من هذول الثلاثة بتحكي لك انه الواحد ينام على بطنه تمام مؤذي وممكن شو يعني يسبب مرتبط فيه بينه وبينه علاقة قوية ما بينه وبين الـ انفان ديث سندرون تمام طبعا هذا كله كان بعد ما طلع الكتاب اللي هو طبعا هو كان كتاب يعني من دكتور اطفال تمام انه فيه انه قبل انه لا خليهم يناموا على بطنه بعد ما طلعت هاي الثلاثات بالتوالد تتابعوا على مدى الزمن انه لا فيه خطر انه الاطفال يناموا على بطنه بعدين خلاص اخر اشي ما بين التسعين والتسعين والتسعين والالفينات بلشت خلاص تطع كيام بيض انه صار في اقتناع علمي بين المجتمع العلمي الطبي انه لا النوم على البطن هو من المسببات هو مرتبط بشكل مباشر بموضوع فصاروا يعملو زي كامبين زي حملات بامريكا يشجعوا فيها الاهل ويبعوهم انه خلوا اطفالكم الرضع يناموا على ظهورهم مش على البطنه تمام فسنت ما بين الفين و الفين و عشرة طيب زي ما انتم شرفين Systematic Review published وهذا هو الاساس هي Systematic Review هي ارفع نوع من الابحاث انه هي اقوى دوع دليل بحثي هي بتجمع كل الابحاث اللي عملت قبلها وتطلع منهم خلاصة واحدة تلخصهم يعطيك قرار واحد كلمة واحدة طبعا هاي هون بيحكي لك بس زي مثال انه يعني اذا بنحكي common cold رشح تمام شو اللي بمنعه تمام في فيتامين سي دي اه اكينيشيا انتيستامينز اورال انتيستامينز هاني عسل طب هذا الحقيقة يعني هل بيصير انه الواحد يعني يحكي هيك توقعا او هو رأي الشخص تحت هون هدول هاي الاشياء فيه طبعا فيه اشي اسمه اه 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 اكبر منظمة في العالم معنية موضوع systematic review and analysis يعني بالضم باحثين كبار من كثير مجالات المجالات الصحية الطبية تمام هدفهم الاساسي انه يعني يزودوا الطب نفسه بتبا él أو الجوذة تابعة العالية وحتى له همية هم من نفسهم بيطلعوا زي scales بيطلعوا زي check list عشان تستخدم فيه عملية حتى صناعة الت systematic review يعني الناس اللي مش معهم يعني وحتى بيطلعوا زي بسموهم hand book زي كتب ارشادية انه كيف تنعمل حتى الت systematic review وفيه عندهم حتى على موقعهم كورس كبير يعتبر يعني هو الأفضل من الأفضل في العالم كبير وطويل عن بس كيف تعمل systematic reviews فهي هاي مهمتهم الأساسية فهون هاي مجموعة من systematic reviews من كوكرين تمام من تجمع كوكرين كل واحد بيحكي إنه والله إيش دور الفيتامين سي مثلا تمام فهو فعليا مطلع دليل من أبحاث وبحكي لك بناء عليها إنه الفيتامين سي قد يمنع الفلو أو مثلا يعالج تمام for preventing and treating the common cold oral anti-stamines anti-stamines honey تمام فيتامين دي كلها هي مبنية على systematic reviews على الأبحاث مش إنه على رأي شخصي تمام اوكي هون طيب بدي أحكي لك بشكل سريع يعني شو هي essential steps in the emerging science of EBM يعني أنت بدك تعمل EBM يعني تلقى خلص عندك صار أبحاث وتعطيك معلومات بس أنت خلص قررت بدك تأخذ هاي الأبل evidence والخلاصات اللي ختم للبحث تطبقها على أرض الواقع في الممارسة السريرية الطبية شو لازل تعمل أول إشي to formulate the problem تحدد مشكلتك تمام كيف يعني بالضبط convert our information needs into answerable questions يعني أنت مثلا شفت أنه مثلا للمرضى اللي بيجي معهم مثلا سكتة قلبية مثلا مش سكتة قلبية خلينا نحكي مثلا احتشاء قلبية اللي بسموها mycotic infarction تمام جلطة إذا بتدخلهم مثلا بالليل أو إذا مثلا بتدخلهم بالليل ما بتعطيهم مثلا محليل يعني بوردية مثلا مثلا أنت شفت أن والله الوفاة تبعيتهم متكررة أعلى مثلا أو أنه برجعوا بشكل أعلى طبعا هذا هيك بس مثال هيك عشوائي تمام فهاي أنت بنسمي لك صارت مشكلة تمام فإنت صار عندك هاي المشكلة كيف بدك تحولها طيب عشان أنت تعرف تجيب عنها تمام فتتحولها لسؤال ممكن تحكي مثلا أنا شو اللي ممكن يمنع هاي الحالة اللي قدامك أو مثلا هل أنه أنت مثلا ما تعطي المرضى هدول دواء معين في هذا الوقت المعين يعرضهم لخطر أكبر هل لو أنت تعطيتهم أشياء معينة بيمنع عنهم هذا الخطر أو بيقلل مثلا من مضاعفات أو إلى آخر فإنت بتكتحط سواء هاي أول خطوة بعدين بحكي لك تترك دون يعني تهسب دكتروح تدور على الأبحاث تمام وتجيب فباكي لك تترك دون with maximum efficiency the best evidence with which to answer these questions يعني بدك تروح بفعالية كبيرة كمانا يعني تدور بجد تدور صح على الدليل الصح من الأبحاث الصحية تمام which may come from the clinical examination the diagnostic laboratory the published literature other sources فأنت بدك تجيب معلومة تمام قعد هاي المعلومة بدك تجيبها مثلا تكون من clinical experience clinical examination diagnostic investigations عطتك كداته تمام من الأبحاث المنشورة سيما حكينا تمام وهي الأهم طبعا بعدين to abuse the evidence critically يعني أنت أخذت المعلومة هي المعلومة هي الشو اللي هي الدليل على أساس تمام أنت ما لازم تأخذها يعني مسلمة أنت لازم تأخذها تمام وتعمل تعمل لها نقد من نا عشان تشوف هل هي فعلا high quality ولا لا هل تنفع أن أستخدمها ولا لا إنه مش كل كل الأمور يعني بنفس القيمة في أبحاث جدا 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 ممتازة معمولة بشكل صحيح جدا في أبحاث تعباني صح أنه الاثنين منشورين بس في أبحاث منشورة بمجلات مثلا مرموقة في أبحاث يعني منشورة بمجلات حتى مش معروف كثير تمام فإنت بدك تشوف هل اللي أنت أخذته يعني صالح ولا مش منيح هل المصلوح تستخدم ولا لا تمام فإنه بحكي لك to wait it up تمام إنك تدوزنها بدك تشوف بالضبط شو قيمتها to assess its validity شو المقصود ب validity إنه closeness to the truth يعني هل هي قريبة فعلا من الصح طبعا أنت كيف تتعرف هل هي قريبة قريبة من الصح ولا لا أنت فعلا تشوف هل اللي عملوها بشكل صحيح ولا لا من خلال قرارة تكل البحث تمام and usefulness اللي هي clinical applicability يعني هل مفيد إلي يعني صح ممكن مثلا بحث يطيك معلومة صحيحة 100% خلص وفعلا اشتغل الجماعة صح وطلع بconclusion صحيحة بس هل هي أنت بتقدر تطبيقها هل يمو يعني قابل للتطبيق يعني مثلا مستشفىك أنت مستشفى طرفي في قرية مثلا مثلا يعني brief ما في مثلا هل إمكانيات هل أنا بقدر أستخدم كل الدلائر العلمية مثلا عشان أساعد لا مش شرط فإنت برضو بدها من الجزء من يعني to embrace the evidence آخر to implement the results of this in our clinical practice وبعد ما تطبيق شو to evaluate the performance تقيم تنفيذك تمام لهذا الدليل أنت خلص مسكت الدليل وبلشت تطبيقه هل في فعالية للطبيقة أو لا تعمل زي تغذية راجعة تمام فهي باختصار 5 steps of practicing EBM وهي 5 A نغطينا أول شيء assess your patient يعني أنه شو شفت مرضاك فبالتالي أنت شفت مشكلة فبالتالي أنت تتحول هاي المشكلة إلى سؤال يمكن الإجابة عنه بعدين تسأل هذا السؤال تمام بعدين عندك تدور على الأبحاث وتروح تجيب evidence تمام طبعا تجيب best evidence مش يعني أي evidence هذا هذا إطلاع معك شو بدك تقيمه تعمله abrasion بعد أن تقيمه خلاص تطبقه بالpatient care تمام زي ما حكينا بعدين تعمل تغذية راجعة طبعا هو بشكل سريع بحكي لك Does EBM simply mean reading papers in medical journals هل هو بس evidence based medicine هو أني بس أروح أقرأ أبحاث وأعمل حالي مثقف وأفتح مجلات علمية وظل أقرأ للصبح لا وبحكي لك أنه EBM much more than just reading papers تمام EBM requires that you not only to read papers but also to read the right papers at the right time إذا ما حكينا تبدأ تدور على الأشي وإنت مثلا عندك كنت يعني شو معنى الوقت الصحيح يعني كنت دكتور بوقت كورونا و المفروض أنت لا تدور مثلا عن أدوية لعلاج مثلا يعني مثلا الجراحات أو الإضطرابات التي تحدث مثلا مع الرياضيين خلال مباراة كرة القدم عندك مصيبة فعليا كورونا تمام فعليا أنت المفروض تروح وتدور على هذا الأبحاث التي تتوالف يعني كان بحيط ولا زال محيط أبحاث صار وقت كورونا فهذا هو المقصول فيهم بعدين شو أحكي لكم and then to alter your behavior and what is often more difficult to find the behavior of other people in the light of what you have found يعني أنت رحت وخلص شفت في البابر شفت الريسيرش خط منه evidence تغير تصرفك وتدمج المعلومة التي أخذت في ممارستك السيرية اليومي طيب هم بحكي لك يعني هي مش كثير يعني مهمة يعني هيك معلومة طرفية بس بحكي لك no health related action should ever be taken by a doctor a nurse or a chaser of health services or a policy unless and until the results of several large and expensive research trials have appeared in the print and approved by a committee of experts يعني إحنا عشان ناخد evidence والطبق في الحياة السريرية تمام عفوا ما بيصير إنه خلص أي evidence مهما كان صغير يلا خلص أخذناه ونروح على الطول من الطبق في المستشفى أتلا ويحكي لك إنه ما بيصير أي حدا سواء مقدمين رعاية الطبية يعني دكاثرة ومرضين إلى آخر أو أو صانعي السياسات الصحية تمام ووزير صحة مثلا مستشفى كذا ولا حتى الأمرض نفسهم تمام إنه ياخدوا يعني العلاقة بالصحة تمام لحد ما يتأكدوا ويشوفوا إنه فعلا فيه ريزل طالعة من أبحاث كبيرة ومتعددة خلاص يعني تراكمت على عشان إنها تأكد صحة هاي المعلومة تمام لأنه ممكن تطلع بحث مثلا واحد ويحكي معلومة فإنت تجي تطبق بعد فترة يكتشفوا عملت أبحاث كثير بعدين ويكتشفوا إنه لا والله كانت معلومة خاطئة فإنت فعليا كنت قاعد تغلط كثير بناء على إشيء تتأكد منه تمام فبهكي لك أنه طلعت نتاج من أبحاث كثير و أبحاث كثير و أشتغل إليه حتى هي مكلفة تكون وهي النتائج اعتمدت من لجنة لجنة طبية من الخبراء طبعا هو بحكي لك أنه بظلك يعني أبدايت مع الأشياء التي تطلع طبعا هاي المعلومة الأخيرة أنه في دكاترا فعليا خلص هم مقتنعين بأمور بالمبارسة الطبية على الرغم من أن الأبحاث تيجي تحكي لهم أن هذه الممارسة غلط في ممارسة أفضل منها بس خلص يعني ما خلص ما رح يقبلوا أن تتحكي لما يعني مثلا غيروا من شغلكم ولا حتى يقبلوا أنه تمام فيها تمام بس حيب هون بحكي لك موضوع أنت هي أول خطوة من خطوات هي أول خطوة هي بعدها حيجي أنك يعني تعمل تمام طبعا أنت كيف بدك تحدد بعدها تحدد فهو بحكي لك أنه بحيك يعني يعني بشكل مختصر بشكل سري سأحكي لكم شو أجزاء تمام هو فعاليا أنت تتدور على أربع أربع أجزاء أربع أجزاء أساسية طبعا في مودل ستادي بتحكي لك نظمة ثانية لا كمان بتدور على أشياء مثل مثلا نوع البحث نوع الوقت بس هذا الحكي بينطبق لما نروح نحكي على أبحاث تمام بس موضوع بسموه نظام هو النظام المستخدم أنك تحدد بالضبط شو السؤال تمام فالسؤال بتكون من أربع عناصر أول إشه الناس اللي هم تمام يعني شو هم مرضة مثلا فشل كلوي فشل رئوي فشل قلبي ناس معها سرطان ناس معها سكري إلى آخر بعدين اللي هو الدواء اللي أنت تعطي أو الشرط يكون دواء ممكن يكون مثلا يكون يعني مش شرط يكون دواء إشي تدخلي بعدين إشي أنت بدك تقال إن هذا الدواء الجديد أو هاي الممارسة الجديدة التي بدك تتدخل فيها وتضيفها تقارنها مع إشي ثاني عشان تشوف هل هي فعالة ولا لا تمكن حتى تقارنها مع إشي وهمي يعني أنت تعطي هذا الدواء الجديد وبتعطي قباله ما تعطي ولا إشي يعني تعطي مثلا تحكي أنا بدي أقارنها تقارن دواء جديد مع دواء قديم هو المعتمد حاليا تمام فأنت هون تصار عندك الكمبارجن وآخر إشي اللو هي الأوتكم إنت لشو بدك توصل يعني شو بدك تقيسه هل مثلا انخفاض ضغط الدم مثلا انخفاض حرارة هل مثلا انخفاض عدد الدخول إلى المستشفى إلى آخر بشكل عن مين هذا السؤال هم هذول الناس يعني توصف الناس وضعوا شو هم مين بالظب شو بدك تضيف له شو بدك تتدخل مع هذا المريض بدك تعطي دواء بدك تعطيه مثلا معين تدخل معين جراحي أو غير جراحي بغض النظر تمام او حتى ممكن تكون تشكليست يعني انا بدي استخدم اشي تشكليست مثلا عشان اقيم مرض معين تمام بدون ما اني اروح والله عن المختبرات والاشياء 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 الكبيرة تمام وفي مثال عليها ان شاء الله تمام بعدين بيحكي لك افني اشي مقابل اشي تقارن فيه لازم اي اشي عشان تعرف اذا هو فعال ولا اتقارن بغيره تمام يعني هاي قاعد لذين اخر اشي defined the desired or undesired outcome تشوف outcome تمام زي مثلا reduced mortality يعني موت اقل عدد موت اقل معدل موت اقل better quality of life تمام overall cost savings of the health service يعني حتى مش شر انه يكون اشي طبي طبي باحت ممكن يكون مثلا انه لو استخدمنا مثلا هذا الدواء تمام الجديد بذل الدواء القديم هل احنا ممكن نخفف النفقات حتى الصحية المبذولة من المستشفى ومن المريض هذا outcome فبشكل سريع زي ما حكيت لكم البيكو هو النظام المستخدم عشان انت تتحدد بالضب شوء للسؤال تمام بحكي لك بشكل عاب سريع بحكي لك ان البيكو جدا فعال تمام البيكو هي اختصار للاربع الشيال اللي احنا حكينا السؤال بتكون منها البي اللي هي البيشن تمام الاي اللي هو التدخل تبعك سواء دواء جراحي تشكليست عشان تشخص اشي مرض معين الكمبارجن الاشي يبدأك تقانن فيه تدخل الجديد الذي تستخدمه تمام وهذا الكمبارجن شو ممكن يكون ممكن يكون بلاسيب هو يكون الاشي اللي احنا حاليا نشغالين عليه بدا نشوف هل الاشي الجديد احسن منه ولا لا تمام اذا احسن منه خلص نستخدمه بعدين اللي هي تمام شو انت بتنظر اشو يعني اشو بتدور شو اللي بدك توصل له بالاخر شو اللي بدك تقيس ه فعليا تمام فهي يستبدأ لك شوية تمام عليهم اول سؤال طبعا هو اول سؤال هيكون عن كيف تستخدم كيف تقسم تمام تمام باكيلك جورج wants to discuss the possibility of a physictomy he says he has heard something about physictomy causing an increase in testicular cancer later on in life you know that the risk of this law but want to give him a more precise answer تمام فانت شغال عندك مرضى تمام وعندك جورج بده يعني يستخدم اشي جديد تمام له الفيسي تمام فانت تقدر تحكي ان ال adult male تمام وال intervention اللي هو الاجي الجديد اللي هو الفيسي تمام بعدين ال conversion طبعا هو ممكن تكون حتى موجودة بس المفروض الصحيح انه في عينها تكون موجودة لكن بهذا السؤال او بهذا المثال هم ذاك لك conversion فبالتالي ما في conversion يعني انت لا تفترض يعني اذا بالانتحان ما تفترض من عندك انه تحط comparison تمام خلص ان شو وجودة معنا هم شو وجودة بس الاصح انه تكون موجودة تمام ان هو كان بده يسأل هل بالله الفيسيكتومي بتزيد التستيكول cancer او ما بتزيد التستيكول cancer تمام فبالتالي انت الفيسيكتومي لو سويت هي زيد التستيكول cancer ولا فبالتالي هي الاصح تمام فبزير بسير الquestion طبعا هيك حللت الquestion دكتور تربطه ان من تز having a phasyctomy increase the risk of getting testicular cancer in the future تمام هيك هم سؤال intervention بل نحيكون تحت في سؤال diagnosis هم سؤال intervention فبحكي لك a doctor contacts the pharmacy department she is considering whether to give her patient with a chronic renal failure a regimen of acetyl cysteine prior to the use of contrast dye for imaging to prevent renal toxicity she mentioned that this is addition to just adequate hydration يعني هي شو بكتور دكتور طبعا راحت على قسم الفارماسي تمام قسم الأدمي فبدي هي تعرف عندها patient chronic renal failure يعني هو مريض chronic renal failure معنا هاي 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 المرضى طبعون تمام هي شو بدأ تشوف انه لو اعطيتم انا acetyl cysteine بدل hydration يعني بدل ما اعطيهم انسوائل أكثر اعطيتم بدل السوائل الأكثر اعطيتهم acetyl cysteine هل هذا رح يخفف من renal toxicity اللي بتحدث بسبب contrast dye contrast dye اللي هي الصبغة يعني المشعة تبعية الأشعة يعني انت لما تروح بالشعة في انوعة زي enhanced enhanced ct بيعطوا المريض contrast dye سمع بلاعة مثلا بتكون يعني صفلية يعني لها طرق مختلفة يعني مش موضونة تمام فهي بدل تشوف لو اعطيه انا acetyl cysteine هل بيخفف من renal toxicity مقابل اني يعطيه سوائل اكثر ولا لا تمام فبالتالي ال بيوليشن سيكون النازل مع م رينال failure تمام ال رجم of acetyl cysteine تمام ال comparison intervention اللي هو adequate hydration مقابل اشيء محنا وفي الاخر ال رينال protection تمام يعني رينال protection from رينال toxicity ممكن كمان شو تحكي level of renal toxicity تمام from the contrast media فبيصير السؤال فبيصير السؤال يعني الناس عندهم chronic renal failure بس ادعنا اصورهم بصورة واستخدم فيها الصبغة المشاععة تمام هي مش مشاععة نووية بس يعني بتعطيك ضو جو الصورة الشاهدة هل لو اعطي انا مقارنة بين اعطي صبائل سيخفف من renal toxicity ولا لا فهي كثار سؤال هون بردو بشكل سريع هنا الموضوع انه فيه دكتور اجا مريض تمام فالمريض بحكي له انا بله يا دكتور حلقي بجعني تمام فما انت يعني بدك تعطي مضادات حيوية اساس انك تخفف له من الموضوع بس فعليا اغلب التهابات الحلق تكون من فيروسات هاي الغالبية العظمية هي فيروسات تمام مش بكتيريا بس انت شو بدك يعني هي مضادات البكتيرية تمام فتبت تعطيها بس البكتيريا لسور ثروت يعني واجع التهاب الحلق واجع الحلق الناسج عن بكتيريا طيب ما بتطيها يعني للفايرل طيب كيف تحدد هذا المريض عنده بايرل سور ثروت ولا عنده بكتيريا سور ثروت تمام و بحكي لك انه الاساس في تشخيص المرضى اللي عندهم بكتيريا لسور ثروت انك تشوف تأخذهم ثروت سواب يعني زي مسحة حلقية تمام وتعمل لها زراعة وتشوف هل نمط بكتيريا او لا شو نوع البكتيريا النمط طبعا هي اقل المص كومن بكتيريا بموضوع ثروت هي ستربيوتوكوكوس بايوجينيز تمام لانه حتى بتعمل بص وتعمل يعني صديد وعمل تمام بس بحكي لك انه هاي الشغل اللي احنا نتبع هاي هاي الشغل الصح يعني انت بدك تشخص واحد معه بكتيريا تعمل هيك بس بحكي لك انه يعني هذا الدياغنوسيز او هذا يعني يعني بيكلف وبياخد وقت واحنا مش فاضين تمام فالدكتور شو بده بده اشي سريع تمام علشان يقيم هذا النريض بشكل سريع بالعيادة هل عنده بكتيريا سور ثروت ولا عنده فيرال سور ثروت تمام فبالتالي انت بدك تشوف تساعد الدكتور يعني الدكتور بده يطرح سؤال عشان يدور على هاي يعني بده التول الجديدة او تول سهلة تساعده بدل الشغل الصح اللي هو بياخد وقت وبياخد يعني مال اكثر تمام فكيف بدك تسوي السؤال هم الناس اللي معهم التهاب حل تمام هاي واضح هسا شو حكينا الدكتور الدكتور بده طول جديدة هاي الطول يعني هو زي ما هم مذكر بالسؤال انه بده check list يعني بده زي قائمة وفيها زي ايتم فيها اشياء بتشوف بتقيم المريض عنده هاي الشغلة عنده هاي الشغلة عنده هاي الشغلة بعدين مثلا تجمع معين تجمع عدد رقم معين بتشوف احتمالية انه يكون عنده باكتيري بناء على هاي القائمة تمام فبالتالي الانترفنشن اللي الجديد اللي بدك تستخدمه هو check list او scorecard اللي هي check list تمام طيب في مقابل ايش في مقابل الستاندرد اللي عندك الاشي المفروض ينعمل فهي الحال حكينا اللي هي throat swab and culture اي بحكي بس حكينا فيها مشكلة لما هي مكلف ماليا وتاخد وقت فبدنا ايش بديد طيب هو الدكتور شو بده يسوي بده يتأكد هل المريض عنده صور ثور والبكتيريال معناه شو بده بده شخص بكتيريال ويعطي بس فعليا هو بده يتأكد اذا هذا التشخيص دقيق ولا لا تمام فبالتالي بالآخر شو بصير السؤال هل بلجيبيز طبيب عام بكتيريال وهي بالتالي بديد بيوتك هاي اكثر السؤال انت بناء على الأوبتكام تكتوف هل والله هي قادرة على ان تفرق فعليا بشكل صحيح او ما بتقدر باستخدام افرق واكون دقيق في تشخيص او لا تمام فهيك صار السؤال تمام و نهاية هيك بتكون خلصت المحاضرة تمام شكرا لمصر محباد على مساعدته بالملف ويعطيكم الف عفيا ترجمة نانسي قنقر